السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عندك محاضرة على زوم او اي برنامج وعايز تشرح لي الطلبة فممكن تحتاج صبورة اللي هي وادبورد. ففي مواقع سموهيب وادبورد تقدر تستحق وتبدأ ان انت ترسم اي حاجة يعني مثلا تشرح لهم حاجة معينة فتقدر ان انت ترسمها. عايز بقى ترسم مثلا اي حاجة تقدر تشرح ليهم. عايز تكتب تلاقي ادوات الكتابة. وتقدر تصيف عندك كزا بورد وكزا صبورة في هكزا درس تقدر ان انت ترجع له في اي لحظة. تقدر ترسم اشكال كتيرة مختلفة بالشكل دوت. تقدر تعدل فيه. تقدر تكتب فيه جوه اي حاجة انت عايزها. تقدر تحكم في الكتابة تقدر تعملوك لينك. الحس او الميدوس يدخل على الموقع اللي انت عايزه. تقدر واكتر جدا هنا تقدر تستفيد منها. هنا ستيكر بحس يعني حاجات تفتكرها. طيب لو عايز امكانيات اكتر ممكن تجي هنا وتقول له ميرو. هتلاقي شوية ادوات برضو تقدر انت تشرح من خلالها. وتقدر تشرح مع اكتر من صديقك. يعني ممكن تعمل انفايت منبر وتخليهم مشتغلوا معك في نفس الوقت. تقدر تعمل مايندي ماب جاهزة. يعني فيه كذا شكل جاهز تقدر انت تدخل تعدل عليه. يعني ممكن مثلا تعمل حاجة مايندي ماب كامبان دروينج وهكذا في حاجة كثيرة موجودة. خلنا نجرب في جوال تيبل. هو بديك تمبريت جاهز وتبدأ ان انت تتعدل فيه. بالشكل دوت فعايز تكتب هنا اي تايتل. عايز تكتب هنا اي تايتل. تكتب كلام هنا في شكل مشكلة خالص. ممكن تعزم اصدقائك تميت. بحيث ان انت كلكم تشغلين مع بعض في نفس الوقت. ممكن تعمل ركورد توق تراك بحيث ان هو تتابع كل حاجة بتحصل. انت ولا اصدقاء. يبقى فيه اكسس للقاميرا او ايه الفيديو. فيه تولز كتيرة جدا موجودة في البنامجين. طبعا ميرو ممكن يكون عندك مثلا مشروع تخرج. ممكن يكون عندك كتاب كامل فتقدر ان انت تنظر كل الافكار على اميرو. اداة مجانية قوية وطبعا بفروس بتاخد مكانت افكار. لكن الجزء المجاني بالنسبة لي كاف وزيد. بس او ده مكتير يعني.